نروح مع بعض الى ارض الحدث ارض الحلم والزميل كريم احمد موفد قناة الاهلي والزميل فاروق صلاح ليطلعانا جميعا على الكثير من التفاصيل كريم اهلا بيك اهلا بيك فاروق ويريد تحطونا جميعا في تفاصيل المشهد الاهلاوي الرائع عندكم بالتأكيد طبعا كل التحية والتقدير ليك سيد زبراهيم المنسي وكل التحية للزميل العزيز فاروق صلاح والحقيقة النهاردة يوم عظيم وسعيد على الجميع وعلى كل جمهور النادي الاهلي الحقيقة كل النهاردة هيشوف مفاجآت وهيشوف حلم كبيرة فاروق النهاردة كلنا سعادية شايفين تجهيزات فاروق على اعلى مستوى هتشوفها طبعا أستاذ إبراهيم وكل جمهور النادي الأهلي شوفها النهاردة فاروق الحقيقة تتفق معايا يوم عظيم في تاريخ النادي الأهلي يا رب النهاردة بإذن الله كل جمهور النادي الأهلي يكون سعيد لأنه في مفاجأة كتير جدا أستاذ إبراهيم كل الشكر طبعا لك كريم وكل الشكر طبعا لك أستاذ إبراهيم وطبعا كل الشكر كل مشاهدينا مشاهدي القناة للنادي الأهلي في كل مكان أستاذ إبراهيم حضرتك قلت أرض الحلم وكريم قال الحلم اللي كلنا حلمناه الحلم اللي أجيال كتير عدت ومرت على النادر آلي حلم باليوم ده أعتقد كلنا كجيل عايشين يا كريم بنعيش ووقع النهاردة كل المشهد من البداية من بداية دخولك لفرع النادر آلي بالشيخ زايد مشهد يدعوك للفخر أعتقد المشهد النهاردة والصورة اللي بتتم على أجمل صورة مفيش كل التفاصيل يا أستاذ إبراهيم أنت عارف النادر آلي دايما متميز في هذا الأمر توفض عدد كبير جدا من أعضاء مجلس الإدارة يا كريم أيضا نجوم الرياضة السابقين دور مهم جدا يا أستاذ إبراهيم للنادي الآلي أنه ينقل الصورة الحدث الأمور اللي احنا بنعشها أعتقد من اللحظات السعيدة جدا اللي كل من ينتمي المنظومة الألوية سعيد بأزة اليوم يا كريم بالتأكيد يا فاروق طبعا يعني زي ما فاروق قال الحقيقة هتشوف النهاردة أستاذ إبراهيم وجمور النادي الآلي هتشوف النهاردة شيء عظيم جدا الحقيقة لابد أن احنا نوجه كل الشكر والتأدير والتحية لمجلس إدارة النادي الآلي برئاسة كابتا محمود الخطيب الإدارة التنفيذية كل فرد يا حقيقة فاروق يعني بيبزل كل ما يملك من قوة ومن مجهود عشان نشوف الشكل الجميل اللي احنا بنشوف وإحنا شايفين بوادر بسيطة جدا لكن الحقيقة الواقع يكون أجمل وجمهور النادي الآلي يكون سعيد جدا النهاردة مجهود كبير جدا يا فاروق بوزل في ظروف كانت صعبة جدا أن أنت توصل لهذا الحلم الكبير لمشروع القرن استاد في ظروف الحقيقة يعني الكل عارف أهمية الصعبات اللي مر بيها مجلس إدارة النادي الآلي لكن خلاص على مدار الفترة اللي فاتت تم تجهزة فاروق بشكل كبير جدا لهذا الحلم كمان فيه مفاجآت والمفاجآت دي احنا منتظرينها عايزين الإعلام بالتأكيد يكون من خلال طبعا الحفلة أو من خلال المؤتمر بشكل صحيح لكن نهارده الحقيقة لكل سعيد لكل مبسوط جدا باليوم العظيم ده لكن كلنا منتظرين نشوف الأحداث إيه نشوف الأستاد يعني طاقته قد يها فاروق كل الأمور دي منتظرنا نهارده في بداية المؤتمر فاروق كلام مهم جدا يا سيد إبراهيم كلام اللي قاله كريم لكن النقطة المهمة جدا الأمر هي سيقتصر على أمر استاد الأمر يعني الأمر أبعد من كده بالتير مدينة أنا عايز أقول مدينة رياضية مجتمعية الأمر اللي أنا يتعلق فقط تب استاد أيضا فيه طبعا يكون فندق أيضا وجود مستشفى وجود مجموعة من الجماعات الخاصة وكليات المتحف أمور كتير جدا أعتقد أمور كتير جدا الأمر إن ده اللي بيدل على قيمة الحدث قيمة للنادي الأهلي أمر يا أستاذ إبراهيم زيب نقول أنا يعني لفظ المدينة الرياضية المجتمعية الدور المجتمعي للنادي الأهلي ليس على النطاق الرياضي ولكن على النطاق التربوي مهم جدا أن أنت تبقى ماشي في خطوط متوازية مع الدولة المصرية إدارية كريم أعتقد مشهد بيدل على قوة الدولة المصرية في البنية التحتية مهم جدا الدور الوطني أو الدور المجتمعي والرياضي للنادي الأهلي أن النادي الأهلي يسير في خطوط متوازية كريم مع الدولة المصرية النهاردة النادي الأهلي أعتقد بيقدم النهاردة رسالة مهمة جدا الدور المجتمعي للنادي الأهلي لزيادة أو يعني الارتقاء بالبنية التحتية للرادي المصرية بالتأكيد أستاذ إبراهيم فاروق المجد المتكرر لا انت رأي الا في النادي الاهلي وده اللي تعودني عليه الحقيقة في الفترة اللي فاتتة وفي كل الفترات الحقيقة جيل بيكمل جيل طوبة بتتحط على طوبة عشان تقدر توصل لهذا الشكل الكبير النادي الاهلي الحقيقة قيمته كبيرة جدا جدا عشان كده بتشوف الحالة وهتشوف الحالة الكبيرة جدا كل الناس بتلتف حولينا النادي الاهلي عشان القيمة الكبيرة جدا ان شاء الله النهاردة يكون يوم عظيم وسعيد على الجميع نهاردة نشوف مفاجآتها فاروق نشوف حفل ومؤتمر يليق الحقيقة باسم النادي الاعل وقيمة النادي الاعل الكبيرة كريم بعد زنك يا ريت وصف لنا وتوصف للمشاهدين تفاصيل المسرع عندك يعني اعتقب من خلال شاشة قناة النادي الاعل ومع انطلاق الحفل كافة الكواليس كافة التفاصيل يتم طبعا الاعلان عنها لكن المشهد من البداية امر بيدعو للفخر امر بيدعو للاعتزاز امر بيدعو الاعتزازك بقيمة ومكانة النادي الاعلية انتماء أنا كأفراد في المنظومة الإعلامية اللي النادي قالي انتماء الحالة اللي عنده كل فرد داخل منظومة اللي النادي قالي أمر وحلم كلنا بنحلم به النهاردة بتحقق طبعا يا أستاذ إبراهيم هنكون طبعا مع حضرتك أنا وكريم على مدار اليوم هنتابع كل الكواليس كل الأمور الخاصة بهذا الحف مشروع الحلم من هنا من أرض الحلم لك كل التحية يا أستاذ إبراهيم التحية كل من ينتمي لمنظومة النادي كريم يا ريت بصيف لنا المسرح بالكامل عندك لكل أستاذ المشاهدين لأن أنا عارف أن تم تجهيز مسرح على أعلى درجة من الفخامة والقيمة يا ريت توصفة لأستاذ المشاهدين بالتأكيد يا أستاذ إبراهيم الحقيقة يعني بضم صوت لصوتك عشان كده بقول هنشوف شيء رائع مجهود كبير جدا 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 عشان نشوف مسرح يليق بالمؤتمر الخاص بمشروع القرن مجهود الكبير اللي بزل خلال الأيام الماضية كل فرد الحقيقة شارك في هذا الأمر يا فاروق الحقيقة استحق كل التحاق والتقدير لأن في وقته قليل جدا يكون الشكل العام يكون المظهر والمشهد الكبير والفخم العظيم جدا اللي احنا شايفينه شايفين البداية يمكن كل الأمور دي يا فاروق في البداية احنا لسه كمان ما شفناش الشكل العام جوه لسه كمان مع البث المباشر ان شاء الله بإذن الله جمهور النادي الأهلي يكون سعيد جدا النادي الأهلي بقيمته بعضاءه النهاردة يشوفه يوم عظيمة يشوفه احتفالية أو مؤتمر عظيمة صغيرة يا صديقي صغيرة يا صديقي 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 صديقي